طيب تجعنا لحضراتكم مرة تانية والضفن العزيز اللي منورنا كابتن محمد حشيش نجم النادي الأهلي السابق وكنا وقفنا في كلامنا قبل ما نطلع الفاصل حدك كنت بتقول جملة أنا مش عايزة أقول رأي لأ جي الوقت اللي تقول لنا رأيك بقع يعني طبعا أنا عارف أن الرأي ده مش يستحالة هياخد به هو ولا يقول في دماغه في دماغه بيعمله ومش مشكلة يعمل في دماغه بس إن شاء الله بإذن لا يبقى فيه أداء ونتيجة يمكننا برضو غلطانين هو قادرة يعني إنما أنا بقول إن المتشاط اللي زي دي مع الأجسام القوية ومع السرعات القوية اللعيبة لأصحاب المهارات بيبقى لهم يعني ميزة كبيرة أول يعني مثلا واحد زي رمضان صبح مربوش عنده سرعات وممكن يلعب في متشاط تستاهل الحتة دي أو تبقى إجابية الحتة دي إنما المبارات اللي زي دي عايز حد يقف بربوناب يقف على كرة في الثمانتاشر يعني يقدر يلم واحد ما لعبش الكرة صريحة بيعمل اللي هو غير غير متوقع ممكن ياخد ضرب الجزاء ممكن يوصل الفرق لعب مهاري كذلك قبل الفصل برضو قلت لك أنا حتة الكرة العرضية دي أنا مش شايف إنها تدي نتيجة أو نتيجة للأطوال وبيجيضوا طبعا الكرات العالية فليه مثلا محمد شريف ما يبقالوش دور في الحتة دي إن هو كمان هيريح صلاح يعني زي ما انت يا كيروش مثلا في البداية بس حالك بتفترض أنه يعني أنه حيتحبق بيلعب في مركزه عشان يقادي النتيجة ويكون فعال جهي أنا عايز أقول لك هو جيب فترة من الفترات في أول ماتش خلى محمد صلاح جوه ولعب مصطفى محمد ناحية المين يبقى هو إذن عايز يعني يعمل تريك كده صلاح يبقى جوه طيب ماشي دي ممكن تتعمل إنما ما يبقاش اللي ناحية المين رأس الحربة الصريحة اللي هو لا يجيد حتة الأطراف فلو أنت عايز تعمل كده طب شريف عنده الحتة دي لأن شريف مش رأس حربة صريحة فيبقى متلائم مع الحتة اللي أنت عايزها لأن شريف لما بيطلع على الأطراف بيبقى خطر بيبقى جوه البوكس بيبقى خطر وهداف فممكن الحتة دي تعمل برضو خلخلة في الدفاعات إن ما فيش مراكز محددة بقاش رأس حربة ممسوك من واحد زي ما قلت باب كبير ماسكه مخلص عليه وصلاح طبعا حيبقى معه البك الشمال وفيه واحد طبعا دايما في جميع المبراد دايما صلاح بيبقى ناحيته اتنين عشان موضوع السرعات ما تعمل الكلام ده مع وجود برضو رمضان رمضان برضو من نوع اللي بيخش لجوه وبيتصرف بيعمل مثلا الدابل باس يعني يبقى فيه تحرك ما يبقىش اللعب يعني الفرقة دي مش عازة لعبة صريح الفرقة بتاعة كودفور مش عازة لعبة الصريح كذلك في نص الملعب زي ما قولك لما يكون متواجد واحد زي زيزو بيتحرك ناحية المين ممكن يروح ناحية الشمال ممكن يكمل عنده الشوت بشوت التصويبات يعني الحاجات دي بتفرق احنا شوفنا جماعة مبارح اعجاز بتاع أشرف حكيمي في المغرب مش ممكن على زبط رجل وربنا يحميه يعني الكور وبعدين فيها تنويع على القريبة وعلى البعيدة وشوت وكورة متحركة والحاجات السابتة وقبل كده جايب جون برضو فاول من برر الحاجات دي بتخلص متشاط يعني المغرب الشوت الأولاني مبارح مثلا مهاجمة وضغطة وكده بس مفيش توفيف الأهداف الهدف جايب من كورة من كورة سابتة فالحاجات دي ممكن برضو تخلص متشاط زيزو بيوجيد الحدد برضو الفاولات اللي من بره فانت لازم المباراة دي تفكر انك تستغل كل ميزة عندك وعند لعبتك رب أنا ممكن اروح محضرتك كابتن حشيش للسيناريوهات بقى يعني كان شايف سيناريوهات هنفترض حاجات هتحصل يعني أو لو حصلت طب إحنا لقدر الله خسرنا النهار ده من كورة دي فار ماذا بعد أنا بتكلم كمنتخب وككيروش هقولك هو بالنسبة له آه يزعل شوية وكده انه ما وحطت في دماغه انه هو جايع لمهمة محددة اللي هو معتقد انا بقولك اللي هو معتقد قبل ما تقولي اللي هو معتقد ان هي دي الحاجة الأساسية والأهم من كاس الأمم ما عرفش ان كاس الأمم عندنا احنا كمصريين يفرق معنا لان احنا اكتر بلد حصلة على البطولة دي لنا باع كبير فيها ما ينفعش منتخب مصري يبقى موجود وما يوصلش للنهائي وما ياخدش البطولة زي 6 و 18 و 10